بتبتدي الزوجة تحس إن هي بقت في مستوى اكتماعي أعلى وبتعيش في مستوى مختلف بتقابل ناس مختلفة بتحس بشكل مختلف بتشم رواح مختلفة بتأكل أكل مختلف بتقعد في أماكن مختلفة وإن زوجها بقى شخص بعيد عنها وما زال حبيس نفس مستواه القديم فالزوجة بتشهر إن هي مدفونة معاه في علاقة فشلة يبقى الزوجة هذه العلاقة الفشلة جي منين شعورها بإن هي مدفونة معاه في علاقة فشلة إن هي حاسة إن هي ما هو ما اتطورش هو كده بيشدها لتحت هي كده في حد بيعوق حياتها وكل ما تتطور هي في شغلها كل ما تشعر بالانتماء للمستوى الأفضل وتشعر بخجالها من ارتباطها بزوجها ده وتتكسف لو حد سألها عن شغله وتتطر في بعض الأحيين تكذب أو تداري وممكن أمور توصل لما هو أسوأ هقول لكم شوية حاجات كده بتحصل فتحس مثلا بالإزاز منه وتقول أنا ما بقيتش قطيق ريحته ولا لبسه اللي بيرجع بيه من الشغل وحتى مش قادرة أديله حقوقه الشرعية كمان كمان المشكلة هنا إن الزوجة على فكرة احنا مش بنقول المشكلة دي عشان نتكلم على الصورة دي بس هنتكلم عشان الناس تنتبه إلى هذه المسألة وإزاي إن الفقهاء كان عندهم وجهة نظر وحكمة عالية جدا جدا لما تكلموا على مسألة الكفاءة الزوجية الزوجة خرجت نفسها من المعادل الزوجية وبقت تحكم على زوجها وكأن الزواج كله متمحور حواليها هي والهدف منه تربية رغبتها وده بيحصل كتير جدا جدا ما بين الأزواج إن واحد من الزوجين يعتبر إن الزوج ده تجاي عشان يستعيده بس يبسطه فهي ما بقتش مبسوطة هي بقت في حالة حاسة إن احتياجاتها ما بتلباش وبغض النظر بقى عن طلبات الزوجة واحتياجاته لأنها أصبحت الشخص أناني وبقت هي الشخص الأعلى اللي المفروض يطلب وده ويتراضى ويبقى هو محور العلاقة فهي بقت شخص أناني مش شايف غير نفسه ومش قادرة تخرج من حالة الأنا لحالة النحن زي ما احنا دايما بننبه فبقت تشوف الزوج أداة لتحليق الحلم بتاعه اللي بتحلم بيه وهو في حالته دي مش قادر يحقق لها الحلم اللي هي بتحلم بيه وتبتدي تطلق عليه أحكام زي أنا آسف يعني العبارات دي بتتقال بشوفها في الجلسات أنت تافه إنه هو ما عندوش رؤية مش طموح حتى ولو كان ناجح في عمله على فكرة ونكفي بيته فهي مش بتشوفه أبدا هي شايفة نفسها ومش شايفة غير إن هي أصبحت في مستوى مختلف عنه وإنه هو أصبح للأسف وصمة عارفة حياتها ومش هارفة تهرب من الوصمة دي الحالة متأزمة قوي وللأسف بيزيد بقى الأمر سوءا فتتعمي عنيها عن رؤية النعم إن ربنا سبحانه وتعالى من دهالة وإيه عندها زي إن زوجة مثلا ما منعاش من إن هي تتطور في عملها بالعكس ده ده كمان سندها وساعدها إن هي تتطور وكان فرحان ولا عمل زي بقى الأزواج اللي بيطالبوا الزوجة العاملات بالمشاركة في مصاريف البيت لا ما طالبش منها ده وبيقول لها عايزك تشتغلي ويبقى تتفعيلي مقابل بعض الأزواج بيقولوا كده عايزك تشتغلي وتتفعيلي مقابل للوقت اللي أنت بتخصميه من رعايتك للبيت وبتقضيف الشغل فلازم تدفعي تمن شغلك ده هي الست ما عندهاش ده فهي مش حاسة بالنعمة دي هنا المشكلة بقى مش بتكون عند الزوجة فقط لكن كمان عند الزوج اللي إيه اللي ما تنبهش للتغييرات وإحنا عندنا اللي حصلت لزوجته إحنا عندنا دايما عندنا قاعدة قاعدة كده زي المسلمات زي قواعد الحسابات والقواعد الهندسية قاعدة كده عندنا في الاستشارات إن الشخ إن بدل الاتنين جم قاعدوا قدامنا في المشكلة يبقى يوم الاتنين سبب المشكلة مش هو أحد بس طب واحد يقول لي طب هو إيه زنبه هما لاحظت التغير اللي في زوجته وما حاولش يتواصل معها ويفهم أسباب التغيير ويحاول حلها من أول ما بتدت تتغير لأنه مش مش ناموا وسحيوا لقاها على الحل ده لكن ده بيحصل بالتدريج لأن بعض الزوجات مش بيكون عندها حكمة في عرض المشكلة فلو زوجة سألها عن سبب تغيير معاملتها معاه بتقول له أنت ببقيتش مالي عيني فطبعا ده بيكسر قلب الزوج لأن ده مقا دي جملة في منتهى الخطورة وبتجرح رجلته وبيفكر إنه هو كده إيه اللي هيحصل هي إنه ما بقاش إنسان مناسب ليها وهي أكيد دلوقتي بتبحث عن حد تاني يملع عنها فبتتسع المشكلة وتتعقد ويبتدي بقى يدخل في المشكلة أبعاد أخرى زي أبعاد الشك وأبعاد أنت بتحب حد وأبعاد تانية هو إيه اللي حصل هو أنت مين لعب دماغك كل الكلام ده بيدخل الأبعاد دي بتدخل لأن العبارة كانت عبارة في غاية القسو أهم خطوة بقى في الوصول لحل للمشكلة دي ترجمة نانسي قنقر